التوترات بتتزايد في كل أنحاء العالم وبالذات في المنطقة الأوكرانية الحصار على روسيا يشتد حالات الطوارئ تم إعلانها في مواجهة روسيا منذ عدة أيام وحتى اللحظة الراهنة الدول الأوروبية بترتب أوراقها بحيث أن هي تهاجم روسيا المفترض جدلاً وعلى حسب الأحداث التي تحصل في قلب أوكرانيا وزي ما فلادمر زيلانيسك رئيس أوكرانيا أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة السندي قرر أن هو يأجلها بسبب حالات الطوارئ التي تحدث في أوكرانيا على الرغم من أن كل دول الناتو بتدعم أوكرانيا فالمفترض جدلاً بناءً على ذلك الذي حدث يبقى روسيا هي كمان تأجل الانتخابات الرئاسية بتاعتها اللي مقررة السندي إلا أن ذلك لم يحدث القيصر الروسي تحدى الجميع وبدأت الانتخابات الرئاسية في قلب روسيا وفي كل بقاع روسيا الاتحادية الانتخابات الرئاسية بتؤشر أن روسيا نجحت في أن هي تفرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية الجديدة اللي ضمتها لدرجة أن الانتخابات الرئاسية تم إجراها في هذه المناطق أيضاً القيصر الروسي يستعد لهذه الانتخابات بقوة وهو أيضاً قادم بشكل غير عادي لرئاسة روسيا الاتحادية من جديد ومع قدوم مرة أخرى لرئاسة روسيا معاه الكثير من الخطط والتحديات التي يواجه بها كل الدول الغربية بلا استثناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم معكم محمد عبداليادي من قناة مصر عارفين حضراتكم يعني إيه؟ كل دول النيتو بلا استثناء يحصروا روسيا ورغم ذلك روسيا تجري الانتخابات الرئاسية بتاعتها عارفين معناها إيه؟ أن كل دول أوروبا بترتب أوراقها بحيث أن هما يهاجموا روسيا ورغم ذلك روسيا لا تقوم بتأجيل الانتخابات الرئاسية منتهى التحدي منتهى القوة التصويت في قلب الانتخابات الرئاسية في المناطق النائية في روسيا انطلق يوم الأحد الموافق 25 فبراير التصويت في الخارج بدأ في أول شهر مارس الجاري 112 و3 من 10 مليون شخص بيحق لهم التصويت في روسيا والمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا إلى جانب 91 من 10 مليون آخرين في الخارج دي يتعتبر للانتخابات أو أول انتخابات رئاسية هيقدر الناخبون فيها الإدلق بأصوتهم عبر الإنترنت مع بدء التصويت الإلكتروني في 29 منطقة انتخابات 20-24 دي تعتبر بمثابة انتخابات فيها سابقة أولى من نوحها لأنها يتاح للناخب الذهاب إلى صناديق الاقتراع لثلاث أيام متواصلة اللي هو يوم 15 و16 و17 مارس الجاري بعد ما كانت يوم واحد وهيتم استخدام مراكز الاقتراع المتنقلة في المناطق القريبة من العمليات العسكرية في كل من دونتسيك، لوجانسيك، زاباروجيا، خيرسون، وبالجورد، وبريانسيك، وكوريسيك وشبه جزيرة القرم في المناطق دي هيكون هناك لجان متنقلة بحيث أن هي توصل لحد المواطنين كاملين تجرى الانتخابات الرئاسية دية الروسية من جولة واحدة إذا نجح أحد المرشحين تجاوز أكتر من نصف الأصوات اللازمة للفوز في مواجهة المنافسين بتوعه طيب، لو ما حسمهاش لو أنه فاز بقى على الأصوات، بس أقل من النص تجرى جولة عادة بيتم الفرز بمجرد انتهاء الانتخابات إذ أنه يجب على أعضاء لجان الانتخابات إعلان النتائج في موعد أقصى 19 مارس وتعلن النتائج النهائية بحلول 28 مارس طبعا، ما فيش أي نوع من المفاجآت في الانتخابات الرئاسية الروسية بسبب أن أقوى مرشح هو فلادمير بوتين وبقاء الرئيس الروسي في موقعه حتى ثلاثينيات هذا القرن على الأقل تعتبر أمر محصوم لأنه هو الأقوى هو اللي معاهي الأجندة هو القادر على العبور بروسيا من كل التحديات التي يحتحصرها حاليا في عدة مرشحين أقواهم هو فلادمير بوتين بيخوض الانتخابات دي كمرشح مستقل أمام ثلاث متنافسين أولهم من الحزب الشيوع والثاني من الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي والثالث من حزب الشعب الجديد السلطات الروسية قالت أن هي هتجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربعة اللي ضمتها من أوكرانيا اللي هي لوجانسك دونسك خرسون زاباروجيا فلادمير بوتين بيعتبر الزعيم الأبرز لروسيا منذ عام 2000 وفي وقف 2021 وقع قانون بيسمح له بالترشح لفترتين إضافيتين ومن المحتمل طبعا أن يمد حكمه لحد 2036 ليصبح أطول حاكم لروسيا منذ الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين بتشير تقارير مركز ليفادا ودية منظمة استطلاع غير حكومية أن معدلات تأييد فلادمير بوتين تجاوزت 80% ما بين الروس سبب شعبية فلادمير بوتين أنه هو اتسلم دولة بتعاني مقدان النفوذ بتاحها بعد خسارة الحرب البردة وأوضاعا اقتصادية صعبة فضلا عن مواطنين تواقين إلى عودة بلادهم إلى المكان اللي كانت عليها قبل كده لأن فلادمير بوتين نجح في أنه هو يوحد روسيا يقويها اقتصاديا عسكريا سياسيا النتيجة روسيا أصبحت واحدة من كبريات دول العالم أصبحت من القوى الكبرى يكفي روسيا شرفا أنها يوم 24 فبراير 2022 نجحت في أن هي تطيح بنظام القطب الواحد من العالم كله أطاحت بقطبية الولايات المتحدة الأمريكية وبرزت أقطاب متعددة يكفي روسيا شرفا بقيادة طبعا فلادمير بوتين أن هي حولت أزمة روسيا وأوكرانيا وحرب روسيا وأوكرانيا إلى حرب فاصلة في التاريخ خلت الملفات وإعادة ترتيب أوراق منطقة الشرق الأوسط وأوراق العالم تعاد مرة أخرى لصالح الكتلة الشرقية ولصالح دول العالم التالت يكفي فلادمير بوتين أنه هو خلى روسيا زيها زي الولايات المتحدة الأمريكية زي الصين زي دولا كبرى وبالتالي الشعب الروسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه هو يتخلى عن فلادمير بوتين وبالتالي الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليا في روسيا تعتبر محسومة لفلادمير بوتين لسبب بسيط للغاية أنه هو أقوى شخصية أساسا مرشحة في هذه الانتخابات وفلادمير بوتين مش أي رئيس دولة فلادمير بوتين بيمتلق عقلية مخابراتية بيمتلق قدرات عقلية غير عادية على الرغم من أنه هم شككوا في العقلية دي مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا لما كانوا بينشروا إشاعات إعلامية حواليه بتزعم أنه حرام فلادمير بوتين ثبت بالدليل القطع أنه هو مصاب بسرطان المخ وهو مدير المرض بتاعه ده عن الجميع لكن الكريملين اكتشف أنه هو مصاب بالسرطان وبسبب إصابته بالسرطان في مخه النتيجة أنه هو اتخذ حزبة قرارات متخبطة تماما أحدها اجتياحه الأوكرانيا والذلك الكريملين حاليا بيدور على الرجل الثاني الذي سوف يحكم روسيا بعد الإطاحة بفلادمير بوتين عقلية فلادمير بوتين غير العادية هي اللي لففت الدول الغربية حوالين نفسيها يعني بسبب هذه العقلية المخابراتية كل الدول الغربية طبعا وجهت الهزيمة كل ما تريد معرفته عن انتخابات روسيا عشرين أربعة وعشرين موعد الانتخابات والمرشحين والكلام ده كله والعالم كله بدأ يرصد الانتخابات في مجريتها الأولانية كلها طبعا محسومة للادمير بوتين محسومة للقيصر الروسي يعني في كل الأحوال قيصر روسيا قادم لفترة رئاسية جديدة